موسيقى وبلشت حلقة ناكست بلشنا الحلقة مع أغنية الشامي المرتبة الأولى بتشارت ناكست لهيدا الأسبوع حلقة جديدة ريتا وأنا عم تلقى من ضبطين رولينا رولينا ملابسك كتير حلوين يوم ضيفنا كتير حبينا أن يكون معنا اليوم وخاصة مش من زمان التوج قدر يسرق الأضواء بشكل كتير كبير بحفل مصر لبنان 2024 وكانت أجربته ملفتة بشكل كتير كبير الناس كلها نعطرها شو بده يعمل وتفاصيل عن حياته أكتر أكيد عم أحكي عن ماريو أهلا وسهلا فيك يا ماريو مصر خير مصر خير يسعد مساكن شو أخبارك أول شيء؟ الحمد لله مش الحال بعنا بأول شهر بعضك بأول شهر عتلين هم الناس شو معقول تعليق عليك أو تحكي عنك؟ لا أول يوم ما بينكر أنه يمكن خفت شوي وتابعت التعليقات بس بعدين تأكلمت على الموضوع كيف كانت هالتجربة لأول شهر لهلأ؟ كانت كتير مليانة يعني كتير عنها أصص نعملها كان وظلينا معجوقين لفترة طويلة بس حمد لله قدرت تأكلم على الوضع أكتر على المشاريع على الأصص اللي بتنطر دايماً لمستر لبرون عم بتتحضرشي لإفانت تاني قريب فيه إفانت مستر انترنشنل من المبدأ رح يكون بسبتمبر هيد السنة بدك تسألين؟ شو؟ لما قاله مستر لبرون عشرين عارو عشرين أو الفين وعشرين كنت متوقع كلمة ماريو تقول المزيعة ماريو ولا كنت أم تقول لا خلاص يمكن مرتبة تاني أو وصيف أول يعني ما بينكور يمكن توقعت قبل لأنه قدرت أعرف جوابك شو هو يوم جوابك وصخب اللي عامله والعالم كيف زقفه تيمكن عطيني شوية حماس وخليني أتوقع أنه أنا اللي أرباح ويدا اللي صار اللي كانوا مشتركين معك حسد في أجوبة ما كانت كتير واو يمكن حسد طريقة ردة الجمهورة لأنه هن عم زقفه يمكن واجبات يعني مش الكل قدر يجيب على الجواب بالطريقة الصح وفي ناس جربي تتبارغ أو هيك بس بالأخير نحن عم نتنافس والأفضل هو الربح طب بكل مسابقة دايما في ناس عداء النجاح بمطرح معين وبيقولوا أنه فيه واسطة يعني خلاص ببعيني واضحة ماريو الحاجج مستر لبانون لهذه السنة أكيد واسطة سمعته؟ أكيد سمعته سمعت كتير رصاص شي دافع حقه وفيه موارب كيف وصيل دافعت حقه؟ كتير دمع ما فين خبرك عادي خبرك من بعض الحقيقة رأي مكبير يعني شو بدأت مع العالم كتير بتحب دايما أنه مصر لبانون لازم يدفع ليوصلها ولازم يعمل شي ما باعرف ليه هيدا لو كنت بغير ظروف وكنت عم تشوف يمكن شاب أجمل منك بمطرحة معين وانت مقتنع أنه أجمل منك وقدر تدفع على هيدا الجايزة لو كانت ماتبوعة كنت عملته؟ طبعا لا يعني أنا بمجرد مشاركت نحن كنا الستعشر شهد بالستعشر بحنا مش عم بالغ بس أنه الشخص بس يطلع علا يمكن بس يطلع على مسرح مصر لبانون وصارت الأضواء كل عليا وصار معروف وكل واحد قدر يعني ياخد اللفة الخاصة فيه مصر لبانون كم مسابقة بتروح علي عالميا؟ حسئة هي مصر لبانون عنده التزيمات كتير برا بأكتر من تقريبا خمسة إلى ست مسابقة بس مش كلهم أنا بروح عليهم في أنا في الوصيف الأول حسب كيف ضرت مصر لبانون بتنقي كل شخص يروح عليها أنا بالمبدأ عندي مصر الانترنشنل بسبتمبر هي الأهم فيه تفاول؟ يعني أنا قلت إنه رايح جيبه وجيه واو السقف يعني إذا في حال ما جبتها وجيه تقدير رح تزعل أمو مو بتأثر عليك يمكن بس أنا قلت إنه رايح جيب مصر لبانون ووجبتها ومصر الانترنشنل نفس الشي عمول هيدا عادي وجبيتي تجاه بلديه ومتل ما سيف عامي اللام اليوم بدي أعمرك دخليها اللاب بلبنان كان عندك احساس تخذي الألم تسأل عندي كان عندك أحساس إنه أنت رح تاخد هيدا اللاب؟ مش أحساس كان عندي اندفاع قوي وكنت دايماً أحكي بساعة بيعتبر إنه النجاح هو نص ساعة فدايماً كنت أحكي بطريقة إنه أنا اللي بدي أربح وعم نفسها لأي خير وحتى بنهار الإيفان كنت كتير أخذها جدية حتى العالم لاحظوا كيف كنت أنا كتير عم بتعامل بطريقة جدية ويمكن ما كتير بيانت على المسرح كيف أنا كتير جدية ووايف وكانوا رايح أخذها وجيه يعني متما بقولوا الانرجي أنت بتجلب الشغل أنت جلقته اللي قبل عندك بتحس في كتوري تقريباً هيك يعني في طاقتك أثرت على هذا الموضوع ده بتأثر الطاقة على الشغل صحيح بتأثر وكمان بتأثر لتعطيني تفاعل لقد قادر جاويب لقد قادر أعطي شخصيتي على المسرح مثل اللي أنا بمثله مثل ما أبحث للناس اللي ما بتعرف دارس حدثك إدارة أعمال كمان انت براند منجر أونر كمان لكمباني معينة كمان إذا فيني أقول كوريوغرافر أو تعلمت كوريوغرافي ياس شو كمان في اسمه نعرفه لا بالمبدأ هوليك صاروا هويات بس الشغل أنا بشتغل براند منجر كمان اللي تقريباً ست سبع سنيين ومش من زمان صار عندي كمان اللي هي بايب شوب سو بعدنا يعني بعدنا بالأول لما العين طب حضرتك نرماش من جنوب لبنان أو من جنوب لبنان الأحداث اللي عم تصير اليوم بالجنوب وجوابك يمكن على آخر السؤال يمكن أو السؤال النهائي اللي كان المفصل قبل النتيجة برأيك هيد الحرب هلأ لح توقف قريباً؟ يعني ما بدي فوت كتير سياسي بس أنا برأيك لا اليوم تسمع سياسي؟ ايه من أنا وصغير أنا يمكن الساعدني بجوابه إن مطلع أكتر سياسياً من غيره ومن هالمنطلع في نهلك إنه مبسوف إنه في شي قريباً كيف انتخبته؟ عنكم برناجة نحنا انتخبنا صورة بالبيت كلمة بالبيت كلمة طيب رح نتقل سواء نحنا وياك لفقرة هيكة يمكن بمضرح معي أن فيها وهم أو قاد فيها حقيقة قبلنا نشوف إذا بيطلع وهم أو حقيقة بفقرة وهم جو رح نشوف إذا أنت رح تكون موهوم مننا للشغل إذا نووي تسير بتقدمنا هيدا وهم إذا ممكن تسير لا يعني هيدا ما بتنعلم هيدا ما في ليش؟ أوك منشوفهم سواء قدامنا؟ من عالم إدارة الأعمال إلى عالم الطب ممكن؟ نووي معقول بعد تتعلم شيء من جامعة؟ لا خلص أنا عمرت 28 سنة أيو مزلو في ناس بيفوتوا على الجامعة 80 صحيح بس يمكن أنا تخطيت هالمرحلة يمكن هلأ سوف تحب بالعالم الثاني اللي هلأ فلتت علي أكتر أوكي خلص يعني لقيت حياتك كون بدا تتتمل بأي منحة افتتاحها دانا للأطفال؟ ليش نقايني لك برأيك هيدا؟ لا هذا كان جوابك صح هذا الجواب اللي دايما سألوني شو المشاريع داك تستغلي عليها كان دايما عند الاندفاع اني أحكي بهذا الموضوع من وراء اليسار وراحض على أحكي فيه بس لاش؟ تحمرنه؟ من وراء اليسار بيجاوا دراء باديك السنة وشوفنا كيف كيف الأولاد عم تتعنف بطريقة كتير وحشية وبشعة اليوم لواحد مفروض يأمن على أولاده ويعرف حلوين أخدهم انت يضمن فهذا الشيء كتير أثر علي وخليني كتير فكر بالموضوع وإذا فتحت حضانة تكون خيرية أم لا؟ حسب قدرتي بس أنه هذا المشتغل علي ما حسب قدرتي لا بلا بس أنه حسب قدرتي أكيد مغني لبناني شاب تطلقه شركة إنتاج معروفة أنا أنت تصير مفروض ولا ممكن صوتي مش حلو قول وعدة أو لا ما بتظهر طيب بعد سنتين من المساكنة ارتباط رسمة حاليا ممكن كله غير يعني مضبوط تصير كونسنتين موسيكان لا ما فيها ما فيها أكشية أبدا ما فيها أكشية وهم ما بتشجع الموسيكان يعني ما نضوط بس أنه أنا ما بعمله طيب لن تصدقوا من وزن 85 ل120 لا ما صارت هلأ 82 تقربنا يعني تقريبا أوكي لا 120 ولا مرتحس حالك قادر أنه تنصح زيدي لا أنا كتير بشتغل أحالي قبل الإبان كنت هيدا شي محلوية يعرفه كنت 93 كيلو ونزلت لها 77 16 كيلو بقام شهر بس أه تبذت ثلاثة محلوة نصحت ثلاثة محلوة نصحت يمكن تعرضت نوعك صحية سبحت لك إنه تقود يمكن كارتزان أو شي معايا ونصحت أه بدا برس أو ما يمكن ما بلك لا لأنه أنا كتير بيهداً بجسمي برياضة و هيك يعني ما فينا حاس حالي مربطة أو ما عم بعمل شي هلو ليش عرف حالو إن شاء الله طيب نتعط مع بريك أصير بعد بريك هنتبع مع مستر لبنان لعام 2024 أكيد ماريو الحج ريتا وأنا رجحي ورجعنا بعد بريك وكنا نسمع وصلت لها لها هايفا وحبة نجمة الجماهير ريتا وأنا شو ريتا كيفك؟ تمام تمام يلت الخير الله ماريو هايفا كانت هي نجمة هيدا الحفل حبرنا عن هايفا تعرفت عليها حكيت معها ومحكيت معها صحيح قبل بيومين تقريباً هايفا أجيت وتعطفنا عليها كلنا وتفاجأت فيها هديش حدا مهضوم وكتير يعني قريبا للقلب ذا أحلى من الكريب حتا اكيد هايفا لايب تعقيد يعني أنا ما كنت متوقع هاك وكتير حدا يعني قريب للقلب ومين حد بسرعة وكتير كانت معنا وصا وقالت لنا علمتنا كيف نو شخصيته كيف تلسازي بكون شخصيته ويقوى على المسرح وبوجهه لضحية برايك ما قولت تختارك تكون بأحدك لفيدو شرف كبير لأيلي هيدا الزواطيط يوم حلم كل شاب لازل بكون مع هيفا حتى لو كان في كذا شاب بهيدا لفيدو حتى لو في كذا شاب مجرد ما يكون حدا مع هيفا مضروري للأضواء تكون لأيلي بس هي بس أضع شيئا عندها اي بس اي بس اي بس اي بس تمنى نجمة تانية بتلفتها غير حيفا مغنية او ممثلة اي ممكن تكون ممثلة فاميلا الكيك كانت باللجنة فكل وقت انا عم بطلع بالكاميرا بس عيني عليا كل وقت قالوا انه فاميلا الكيك بمطرح معي كانت يمكن اسية مع احد المشتركين بالعكس هيدا السؤال السألته كان سؤال دعا يدو وكنت بتمنى لو انا نسألته اي اكن جوابت غير شيئا اكيد بتلومه لشخص اللي غيروك لا ما بلومه كيف كان اسمه محمد عبادة مضبوط مضبوط لا ما بلومه لانه ما انه هينه تكون قدام الاطواء وعم تنسأل ايك سؤال يعني بتعترف انه فقط بجوابه بمحل من المحلات يعني كان فيه يكون احسان معانه محمد من احلى الاصحاب لانه اكتر الناس انا اكتر الناس قريبة اكتر الناس قريبة للقلب بس السؤال كان فيه فخ انه سألته بتذكر قالت له برتسيها مضبوط مضبوط في كتير ابويبل هيدا الجواب اليوم المتنمر شخص مريض براقي انا هيدا هيدا اهم جواب نقدر نوصله للعالم لازم ترد على المتنمر او لا لا ما لازم رد عليه بس انه ما بسمح له يجرحني وسانه محلي يوجه لشي تعمل تماما يجرحني يوم فيه مسائل اكتر ما بروح بضربه تعملوا بلاك محسوم يمكن ايه وتعرضت لهالانوية كتير انا اول يومين انا اموت وما ردت ما اعتبرت انه مش موجودين عالسوشال ميديو اكتر صحيح عالسوشال ميديو احدا من عائلتك ما شجعك لا اطبع عائلت دايما معي الكل شجعوك انه تقدم عم سترلبة اعمالك عن كل شجرة العائلة لا انا ما بيعرفو انا قدمت بعدين نتلون او انت بس قدمت ليه معقولي كتنى انت عم تقدمتين قولك شو بدك فيه لعب عندك شغلك وعندك حياتك ابدا بس انا هيك بالعادة بيخد الاراتي لحالي فغد الارات لحالي وصدر خيط وبعدين انك بلغت لا روحنا احنا احنا وياك هيك اتعزم فابل الفيجرز معروفين لعندك على العشاء بتحب تنعزم ولا تعزم اكتر لا بحب اعزم لان احنا بحب اطبخ ايه رائع نحن وياكوا مجهدين لتوب 5 قلت بتحب تطبخ لحيجل عندك بابل الفيجرز لح تختار خمسة من خمسة طاولات اللي هنشوفهم طاولة قدامنا من كل طاولة بتختار شخص واحد قلت انت ماريو شو اطياب اكلي بتعمله اطياب اكلي بعمله بعمل ايطاليا فود اكتر بروح اربصة بيزا وكمان بس اعمل السلمان سمك واصص فكري الاصص الحلو مكتير لا انا اكتر مالح لحيجيبو مالح حلو لحيجيبو مالح حلو يعني انت اتحضرنا الاكل لا انا بحضر اكيدا طيب راح نشوف على اول طاولة من مشتر لابانون مين تدعيت هيكون على طاولتك الخاصة انا عبدالوهاب سمعان بيتر بواري محمد عوائضة وعلى سعادية يعني بين وصيف اول وصيف تاني وصيف ثالث ووصيف رابع حتى ينرى كل كل وصيف كان معك بالطاق 5 تاني شوف هل راح تختار بينات ومتاز مو على العشاء يمكن بختار علاء لان علاء دايما اصحاب انوية ريحت على الوصيف الثالث صح وصيف الاول لا وصيف الاول اصحاب كتير عنوية بس نحن في اربع شباب كنا كتير اصحاب مع بعض فعلى ضمن الارضة في حدا من الشباب كنت تعرفه من قبل لا كلنا ضمن السلام طيب برأيك كان علاء سعادية كان مفروض يكون اكتر متقدم كوصيف يعني يكون وصيف ممكن ثاني او اول ولا كانت النتيجة ثالث انا برأيك النتيجة السنة كانت اكتر يعني من اكتر السنة كانت عادلة فيها كل واحد اخد علامته اللي بس هلاء اجوابه يعني وكان وصيف ثالث ممكن كنت بحطه محل وصيف ثاني ايه بس مش اكتر يعني ايا وصيف ثاني ايا وصيف ثالث لانو عابد كمان جواب طريقة كتير حلوة لكن اول شي اخترت على اسعاد ثاني طاولة ميرفا القادة استفانيا عن طلاري التحر ميرنم كارفة لا فرسور اه غير صورة لو سمحتو بين ميرفا القادة وصيف ثاني اعطالة وريتا حرب وميرنم كذب اوكي يمكن ريتا حرب حبلها شخصيه كتير ما بعرف اشخصيه بس حبلها شخصيه يوجول هي بتقدم مستر لبن هالسنة هي ما قدمت مستر لبن كنت عم تقول انه يا ريت قدمتها لا كمان اللي قدمتها بيرلشترب ورجالها تحيي كانت كتير يعني طريقة فروفرشنال ما فيني لومة لانه كنا خمس ساعات تصوير تقريبا كانت كتير في ضغط فاليوم اتقني شغلة بطريقة كتير محترفة في فارلا لكن اخترت ريتا حارب ريتا حارب وعلى اسعدية ونروح على الطولتات اللي فيها عبيرنامي مايا جياب كاروت سماحة وميريان تارس عبيرنامي لان كتير تحبها من زمان كتير كل اصحابي محيتي بيعرفونا انه عبيرنامي ما بقرنا بحدا بتحيي على عبيرنامي لما قالت انه هي او اعلنت عن طلاقة على المسرح طبعا يمكن كان لازم تخبه الموضوع حسب معرفته انه في كتير ناس كانوا بيعرفوا بسي على علامة ما حبيت تحكي فيه وبعدها ده حياتة الانسان الشخصية يعني ما لازم كتير يحكي فيه يعني بتلوما انا حكيته قوات بتأثر على حيات الانسان يعني فيه ناس بدأت تجي تقول ليش عملت هيك ليش ومازال هي عملها كتير شاطر كتير طريقة محترفة بفضل كل الانسان يبلو الفان بس اكيد يعني اللي عملته ما بعتبره غلطا حرة لنا كنت عملت مثلا؟ لا لا اوكي لك انا هبيرنامي للتحارب وعلى سعدية رابع طولة رابع طولة رابع طولة عن ناس سيلاوي نادر القتاة الشامي ومحمد عفتا مين بتسمع القتاة؟ مين بتسمع القتاة؟ على الليتلي كلنا نسمع الشامي بعتين فاليوم لانه هو التراند وكل شي بس انه يمكن مق الشامي 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 وعبيرنامي حلو ديو عبير وشامي على الطاولة ريتحارب وعلى سعدية حلوة طولة منروح على الطاولة الخامسة طاولة الخامسة بورا يعقوبيان غعدة ايوب ملح مرياشة ونادر استانا برحنق بولا لانه ما بعرفون شخصيا للبقوي يعني وانه مش معرفوا حدا شخصيا بس بولا انا شاركنا معه بحملات دفا قبل الايفنت ورحنا معه على الساعة الحملة او يمكن اتبع مع بولا يعني احنا حكينا انو بدنا نشتغل مع بولا بمحل من المحلات بس كالكيد في مشاريع غيرهم بانعملون يعني بي كزا جمعية خيرية نحن بجارب نشتغل معون بس بولا من ضمنون ونقيت لانو بعرفوا اكتر تمان بولا يا عبيون الشامي عبرنامي ريتا حارب وعلاء سعدي تخيلون على الطاولة عندها وعن بيكلو ايطاليا فول اوكي شو بتقللهم الموضوع اذا هني ما كتير بيعرفوا بعض او مانونا اصحاب كتير مع بعض تجمعون فيه صعب يا شوي انا بادر اجمع الشامي وعبيل يمكن انا نفس الدمان بس شو بتقبلهم موضوع هيك يحبك لهم كتير موضوع يمكن بحكي اكتر عن موضوع نقابة الفنانين انا كمان حتى الشخص السياسي بادر يساعد لهالموضوع عندي عطب على الدولة يمكن لان من ورا اللي بسير قول فش خلقه انو هيدا عطب كلنا بنعتبو عايب انو الناس بلبنان فنانين قدمين او مصيرين يكونوا بعضهم بهالحالة عايب حد ايبراهيم يسير فيه اللي صار ما حدا يتطلع فيه واو هيدا شي كتير معايب واو انا فخور انو شاب لبناني ووصل لامستر لبنو عبيحكي بهاي الموضوع وانشاء الله تكون او او تبقى تحكي فيها دايما اه احنا توعف مع بريك صغير بس اولا لي اتشكر بشكل كتير جديد اليوم على وطفة الحرب كتير اللي حب يلابسوني فيور ديلي تانكيو فيور ديلي دايما على اطلالية الحلمة وكمان بدي اتشكر فيشام حداد حداد بربرشاب على تصريف الشعب بعد بريك بعثي عنا اسئلة عديدة وفقرات متل ما عودنيكن دايما على ناس دونت غو اووي ورجعنا بعد بريك كنا عم نسمع على استيفاني عطالة نيوريليس حال كتير صانبو كتير حبيناه والله انجان طيب لها رحنا احنا احنا اكيد مستر لبنان الفين واربا وعشرين ماري الحاج عن جديد هاي كيفك؟ عبد الله ماشي الموبايل مش معك ما بتتعلق بالموبايل با تركته برا مشك ما كتير تحبه ما كتير؟ ايه ما كتير مالك انتو سوشال ميديا كتير يعني انتو سوشال ميديا بس بعتي اكتر وقت لحالي انا مضال كل وقت عطالة وما تحب جميل ميديا انا كيف فكرة بتحبت قولها ريتها على طريقتها او باسلوبها كاتشعب 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 لا هل مرة اسئلة سريعة ولا احنا اطلب منك اشوبة سريعة؟ اذا خلقت عن جديد شو بتحب يكون اسمك غير ماريو؟ الي كاتشعب لو كنت اجد الحاكم مين كنت اخترت ملك جميل لبنان غيرك جزائف ابو راشد جزائف ابو راشد جزائف ابو راشد لما تحكي مع حالك بطريقة قاسي شو بتقول؟ اعطينا شي هيك انك بتحكي مع حالك اي 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 شي قاسي يعني جزائف ابو راشد ماريو الحاج برشو ومضيق من حالك اخوات كنا نعصي بكون معصر بسيارة سيارة سيارة بكون عامل اراض غلط معصر اترى بقول شي والغادي ايش باك جزي مرة قلت عن حالك اف شو مجنون؟ اه دايما بتقوله؟ ايه ابيعيه موقف؟ ايه ابيعيه موقف؟ ايه انا حالك مجنون شوية اصلا مجنون شوية اصلا ايه بجن شوية ايه بجنون شوية اصلا ايه بجنون شوية اصلا منطقة بلبنان بتحبه كتير غير منطقتك؟ برمانة 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 اذا عندك رؤية سياسية او حقيبة عبيلك تستلمة وزارية اي احتيالة؟ وزارة الاقتصاد ليش؟ لانك عامل بزنس لانا عامل بزنس وبعرف كتير خطايا بع الموضوع وبعرف كيف تصير الاساس وكيف الشرك تتلاعب كتير احب يعني انا بتخاف العالم ما يعودوا يحبوه؟ المهم انا احب حالي وكون عبادتي مجل دواج بات الطريقة الصحية خبر حلو ناطرو من زمان؟ ربحت نسترله معنا خبر ناطرو بعد مصاري ناطرو مصار؟ مسترات النشان يمكن اذا اقرب شي هلا افكر فيه اذا اقرب شي تفكر فيه طيب مين الفنان الكلاس اي اللي عبيلك انك تكون بالميوزيك فيديو تبعها غير هاي فا فناني ولا فناني؟ فناني عبير نعمي عبير نعمي شو اللي بيلفتك اكتر الشهرة اما تكون غنى؟ باعتيد الشهرة اما وغرا الشهرة فين يصير غنى حلو الجواب طيب بتحب الناس تحبك او او يمكن بيمطرحة معاين يحبوا شغلك؟ فيو تركة دموا لا بفضل يحبوني ايلي شغلي بعرف شوي عمري بعرف كيفتان وطريقة صح النقصك محبه؟ لا حمد الله يعني عائلتي وكلاس حاضي ولا ما راح اسبدي ناصر عن الوضوع ليه بدك الناس تحبه؟ لا محبة الناس احسن يعني احسن من شغلي انا بفضل شغلي ظل الي اوكي شي ايلك يا استاذ نضالب شراوي وما بتمساء ابدا بحياتك وصحية كتير 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 لعني ضالب شراوي باكي صحيح صحية لعني ضالب شراوي يعني شا ايلك شي ايك يا كلمة؟ ما بعضك بده ناقل شي بس لانو كان 8 شهر معنا عم ينصحنا بكل شي يعني كل يوم كان يقلنا كيف لازم نشتغل كيف لازم نركز على حياتنا كيف لازم نكون على المسرح؟ طب مثلك الاعلى بالحياة مين؟ هدا معروف مش من العيل هدا 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 عامل ناجحات جورج خباز كيف تمسل بس بحب جورج خباز لانو نبغى الانسان يعني المعنى الكلمة هو بيقدر يسافق اذا مسلت بتفضل شي كوميدي ولا شي لا مش كوميدي انا بطبع جدي شو اكتر مكتر بني للكوميديا اه معنى كنستسم عطول يمكن بس انا بس رح ما كنت هي كتير على فرق هلأ عرفنا صدينك طيب اكتر مادة كنت تكرها بالجامعة ماركتينج الماركتينج طيب علامة لسوقتك على عشرة علامة لسوقتك عشرة كيف سوقتك عشرة عشرة كتير طريقة ريو شي مره غيرت او تمنيت تكون محل حدا بكل سراحة اكيد لا ولا مره ولا مره انا ولا مره اشتحد على تفين كم ضره هو بتمنى اوصل للمحل هو وصل له انه مشي نجاح اكيد اكيد بس ولا مره بحس له عشيا طيب ايها اصعب لحظة بحياتك كانت انا يمكن لحظة فجار مرفق غيروت انا كنا هونيك وشوفنا كتير مشي كيهت بالبكة طيب اذا حد اقل لك مين يفكر حالك شو تجوه مان مفكر حالي حدا انا بعتك مين ايها واو اغرب ما اص حدا تصرفوا معك بحلوقا نعم نحكي عن الموضوع حدا يعني حكي عن شي مش مزبوط اه تحت الهواء نعم نحكي حكي عن شي مش مزبوط ووصلت بطريقة خاطئة وبعدها يعني اخذي الوقت لفضح الموضوع اه وهلأ ارجعت أصحاب؟ لا ما بنرجع اه بلوك ديليت اه اغلى هدية اجتك بحياتك مادية؟ مادية مادية ساعة ساعة؟ لبسة؟ لا غير واحد اه غير واحدة تبش مرة طلبت اوتوغراف من حدا؟ لا لا افضل لا هنروح ساولا فقرة هيكي كلا اه اذا فينقول على الواتساب او على يورو موبايل ومنوا معنا بس نحنا معنا اكيد بعض الجمال يوسط لك نحنشوف شو رح تجيوب عليهم واتساب واتساب موبايل احضنا الموبايل طبعا واخدنا خمس ميساجات انت منك يريدد عليهم مادة ترد عليهم بنا هتشكر الصبيل اللي جوه اللي هي ساعدتنا بهذا الموضوع حالو نحنشوف شو هاتجيوب هلا بدك ترد عليهم يلا اول جملة هي اخدت رقمك من حدا وحابة اتعرف عليك اوكي شو بترد؟ انت منك رادل على هاتج مادة ترد اوكي يعني نبعتين مش هالطريقة المنسبة لي اتعرفوا حدا مش عالطليفون حكم مشان هيك مفتحتون ايمكن اوكي نصيحة انتبع حالك احسن لك اوكي هم نخبقوني يعني اوكي اوكي لحت لكيها كمان شو صلحة ابرع فتكيها لا الشخص الغلق لا بخاف ابدا ما بتفتحها أكيد ما بتفتحها مادة ترد لا تفتحها مادة مادة ترد شو مرة وصل لك تهديد من حدا لا الحمد الله ما بدي اسمع صوتك ولا شوف صورة وجه كن ثاني شي نيح ايضا شخص بالنائس اغتحت شوية كنت شخص كتير قريب منك لا أنا لا أغلق مع أحدها. أحبه دائماً. لدرجة أن يبعث لك هكذا. لا أصل إلى هذا المحل. عرفني على أي جنسي يحب أن يكون مثلك. لا أعدي مشكلة. تساعد الناس؟ لا لا. لا أصدقني مع أولي فتير. أسألتني وما أخذوا شيء من الطريق. لم أخر؟ أحدها يبعث لك؟ أخر على ما؟ لا. لم أتبعث لك أخر؟ أريد أن أقولك من؟ لكن جاوبنا على لم أخر. كيف تجيب؟ إذا مأخر ترد؟ متكذب بالجواب إذا مأخر؟ إيه. أوض. شو الأعذار تتقدمها؟ فخد دوليب؟ هاي معرفها. فخد دوليب؟ موجودة. أنا موجودة. نزلت بجورة. لا ما أفضل بجورة. يعرفوني بشورة. أنا مفتح على. أوكي. في عندك أعذار دائما؟ بالعادة ما بتأخر كتير. بس إذا سيئة بيت. رأيك الإنسان لازم ببعض المطارح يكون عم بيكذب أو يمكن كذبة بيضة. كذبة بيضة. كذبة بيضة. أكيد مش كذبة مضبوطة. لا. كذبة بيضة بتطعب. بفعله خمسة ضايع. بشو ضايع. مش أنه ما جيت بالمرة على موعد أو شيء. لا. رحنا هنا ويكا المرة على فقرة أخيرة في برنامج نهية. عشرة على عشرة. عشرة على عشرة. عندك إفنت الأول مرة بحياتك. هي هايدي الفقرة على عشرة على عشرة. رح نشوف مين بدك تعرضوا مع هل إفنت. بدك تنقئ فنانة أول شيء. إعلمية، كوميدة، ملكة جمال، ملك جمال، فنان، ممثل، ممثلة رياضة وسياسة أنت بدك تنقين عزوقك على هالإفنت اللي عاملو مين بتعزون من هالشخصية؟ صعب أنت بدك بنبلش بالفنانة مين بتعزون؟ فنانة مين بعزون؟ هالمرة أنت بتتعزون لازمينك بحضب يمكن برجع بعيد نفس جواب عمير نعمل عن كتير حبه؟ عبير نعمة أعلمية؟ أبقر عبير لحدة أعلمية في كتار، في هيلدا خليفة، مونة أبو حمزة، في رابع الزيات، في كتار ممكن جسيكا عزار، جسيكا عزار جسيكا عزار، منتابع؟ كوميدا كوميدين لبنانة، ناسي من في كوميدين لبنانة كتنا، جوش خباز؟ جوش خباز، أكيد، زفينا يارات، جوش خباز، أنا مفضل عندي شكراً شهادة، أعجاب سعدنا، شكراً، شكراً، أعجاب سعدنا ملك الجمال ملك الجمال ملك الجمال ملك الجمال في كذا حدا، بس ناسي الأسانية هم بيقولولي أسمي، مرحلة كيهم، تريد أن تشوف أنت ما بعرفه، صراحة، ما تعرفنا عوان ما دارلكم تعرفه؟ ممكن أن أبناء ياسمينا، أنا أربعان ما بعرفه وهي يمكن أن أقارب لألي، لأن أكثر شخص مية بالمية، ملك الجمال ملك الجمال فنان واقل كفوري واقل ممثل حبشقرة ممثلة ممثلة ريادة لبنانية هااا في أقوم على الحكمة ماما ريادة لبنانية يمكن أمير صعود أمير صعود، واا سياسة أحب تفوتت عن مجالات كتير أنه فيك مأحضة مش أنت عم تنتخب الصورة تاخدت الصورة ما كان عندي كمان خيار تاني بضايا مش الهي هي هيك يا شي تاني سياسة يمكن بروح أكتر ملحم رياشة ملحم رياشة عرفت عليه أنا أغيبال مش من الزمان آه أوكي يعني كان العرب ملك جمال لوبنان ملك جمال لوبنان ملك جمال لوبنان لا 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 نقايتنا الحمري ياشة لا لا أنا قايته مش عصي يصل آه كنا عشو نقايته شخص بس تحكي معه يمكن بي البقل ويمبروا على الرتكار لازلك كان سوف الرتكار والسلام شفت نابي ساحن محنى فاتعرفت عليه كان شخص يعني وعطول ناحب رياشة إذا كنا قون متواجد بكل الإفنتات إذا كان قنا نقول ماريو نحنا يتبقى mucha أنت اليوم كانت ضائفنا وإن شاء الله يراب كل الأساس الأما تفكر فيها لقدام تقدر تحققه لأنه أنت إنسان ذكي وسريع البديهة على فائقة وكتار كنا عم بقوله اليوم على السوشيال ميديا كيف عم تجيه بطريقة سريعة وذكية إن شاء الله يا رب مستر إنترناشنل تتوفق وأكيد ترفع قزيم لبنان أكثر بالعالي شكراً لكم إن شاء الله مرسي كتير لكم يعني ماريو ذا كل اللي كان نفكر أنه يمكن جوابك بمستر لبانون محضر ومحافظه هلأ اليوم يمكن نتأكدوا من قلت لا أسرع من جانك وكتير سريع البديه نحن كتير مبسطنا فيك ومارسي لقلك وأكيد هكت من خلصت حلقتنا مشاهدينا بكرة بدي أقول شكراً بس أنها تسمح لنا أوكي أبكيب تيابيك تيابيك يلا تروحك بدي أقول تانككيو كتير للينا رولينا على الملابس اللي سعدت غزال فيهم بأول الحلقة رولينا رولينا التحية لقلك على الملابس حلمين أنا في عدالية طبعاً شكراً لكم وشاب حداد حضاربة مشابعة في الشعر مرة تانية بديولون بكرة معنا المخرج اللي محبو كتير مبدع زيادة كوري معكم غير تتابعونا أو تحبتون كتير 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 We love you all bye bye